اذا اتفقت هنا الشركة على احالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية الى التحكيم بحسب قواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد مع مراعاة اية تعديلات قد تتفق عليها الاطراف التحكيم دائما يكون اختياري بين الاطراف ومركز قطر انشأ عام 2006 بقرار من مجلس دارة قرفة تجارة وصناعة قطر ومعروف ان التحكيم احد اختصاصات قرفة تجارة وصناعة قطر اكثر المنازعات شيوعا هنا تتعلق بعقود الانشاءات والمقاولات وهذا الامر طبيعي بالنظر الى المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا حجم القضايا المنظورة من قبل المركز فقت المليار ريال عام 2015 حيث تم اصدار احكام في 80% تشمل 90% منها اطرافا قطرية ذلك بالنسبة للتحكيم يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية داخل قطر وذلك لطمئنان الشركات الاجنبية لوجود آلية سريعة في الفصل في النزاع القائم فيما بينها وبين الشركات المحلية وينتظر ان يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم وقد اجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء واعتبق اعتماده من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدة ولا شك ان ذلك سيمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم في البلاد خاصة وان قطر مقبلة على تنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي تحتضنه الدوحة في 18 اكتوبر المقبل قانون ممكن يشكل ويساعد كافة الاطراف بما فيهم المحكم نفسه على فهم وتسهيل وفي نفس الوقت بيسر المعرفة لكافة الاطراف في فضل المنازعات بطرق سريعة وسليمة وسلسة عشر سنوات تمر اذا على انشاء مركز قطر الدولي لتوفيق والتحكيم وفي الذكرى تأكيد على تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات وحفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج خاصة وان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها ترجمة نانسي قنقر